حصلت أوكرانيا على توصية من المفوضية الأوروبية للحصول على صفة الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي حيث قدمت المفوضية اقتراحها بعد تحليل سريع للطلب الذي كانت قد تقدمت به كييف بعد أقل من أسبوع على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا توصي المفوضية الأوروبية المجلس الأوروبي بأن يعطي لأوكرانيا صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وعليه فإن هذه الدولة يجب أن تبدأ بإصلاحات طويلة الأمد للوصول إلى العضويات التما وتدرك المفوضية أن أوكرانيا اتخذت خطوات كبيرة لأن تكون على قدر القيم الأوروبية ومبادئها وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لا يزال هناك عمل مهم يتعين القيام به مشددة على أن العملية تعتمد على الجدارة وأن التقدم يعتمد كليا على أوكرانيا ومدى سرعة التزامها بمعايير الاتحاد السياسية والاقتصادية وفي أول رد فعل على القرار وصف الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي الحدث بالتاريخي أما روسيا فاتهمت الاتحاد الأوروبي بالتلاعب بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل ورغم ذلك خطت كيف خطوة إضافية في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتوقع أن يكون طويلا وستناقش توصية المفوضية في القمة الأوروبية للأسبوع المقبل حيث تحتاج إلى تصويت بالإجماع لاعتمادها اشتركوا في القناة